قبل فترة وضعت تصويت على القناة وهو إن كنتم تريدون مشاهدة تجربة كرت LRX1800X2 ونتيجة التصويت كانت أن الأغلبية أرادت رؤية تجربة هذا الكرت لهذا رأيت أنها فرصة جيدة كي نتكلم عن مشاكل الكرت وإيجابياته وهل ما زال يستحق الشراء في الوقت الحالي أم لو؟ السلام عليكم اليوم معي كرت LRX1800X2 من جيجا بايت وكروت LRX1000 بشكل عام كانت مشهورة جدا في فترة إطلاقها بسبب القفزة الكبيرة في الآذاء التي قدمتها وكذلك بسبب طلب الكبير عليها في فترة التعدين خصوصا بسبب استعمالها لفيران بحجم 16 جيجا ومن خلال تجارب السابقة مع هذه الكروت لاحظت أن لديها تصميم جيد جدا والقطع المستعملة في كروت IMD دائما تكون من الفئة العالية ولهذا في الغالب عندما تتعطل هذه الكروت يكون مشكل في القلب في الكثير من الأحيان عكس كروت إنفيديا التي في الغالب يكون مشكل من ضارات الطاقة لكن من الصعب معرفة نسبة المشاكل الحقيقية في هذه الكروت فمثلا كروت أكسافاكس هي أكثر كروت واجهت معها مشاكل وقد يكون السبب أنها كروت كانت فيها مشاكل مسبقا وتم إعادة بيعها لكن كما قلت سابقا ليس لدي أعداد الكروت التي ما زالت تعمل أو التي توقفت ولهذا من الصعب الحكم على نسبة تعطل هذه الكروت وبالعودة إلى الكرت فهو يستهلك حوالي 265 واط لكن لديه ارتفاعات مفاجئة في استهلاك الطاقة خلال فترات قصيرة ولهذا كرت مثل هذا سيحتاج إلى باور سبلاي قوية أما من ناحية الحرارة فقد وصلت في اختبار فيرماك بعد 10 دقائق إلى حوالي 74 درجة مع فرق في الهوت سبوت وصل إلى حوالي 15 درجة عن الحرارة الأساسية وهذا يعتبر جيد مقارنة بالنسخ من شركات أخرى وبالانتقال إلى تجارب الألعاب أول لعبة معنا اليومية Expedition 33 على 1080p على الـ Epic Setting وعطت الكرت حوالي 63.6 وهي نتيجة جيدة وبالنسبة للكروت الأخرى فكانت نتيجة الكرت بين الـ RTX 3080 والـ RTX 5060 Ti وهذه النتائج يمكن توقعها مع أغلب الألعاب التي لا تستهلك الفيران بشكل كبير أما على التوكي فأعطى الكرت حوالي 42.2 كمتوسط أما عند استخدام الأفاصار 4 وهذا باستخدام الموض لأنه لا يوجد شيء رسمي فلم يكن الآداء جيد وظهرت تشوهات كبيرة في الصورة بعكس ما حدث سابقا مع كرت الـ RX 7900GRE ولهذا أضطرت لاستخدام خاصية Antel X ESS في الأوب سكالينغ والتي أعطت حوالي 67.6 مع أن الصورة مقبولة لكن ليس بجودة الأفاصار 4 وعلى دقيقة الفوركي أعطت الكرت حوالي 21.6 وهذه التجربة تعد سيئة وباستخدام X ESS Quality أعطت الكرت حوالي 39.6 وهي مقبولة نوعا ما وثاني لعبة معنا اليوم هي Kingdom Come 2 على Extreme Seating وعطى الكرت على 1080 بحوالي 58.6 وهي نتيجة جيدة لكن بالمقارنة مع الكروت الأخرى فكان آداء الكرت أسوأ حتى من RTX 3070 وهذا الشيء متوقع لأن هذه اللعبة تعمل مع كروت إنفيديا بشكل أفضل بكثير وعلى دقة التوكي أعطى الكرت حوالي 48.6 وباستخدام الأفاصار 4 Quality كانت نتيجة حوالي 53.6 وكانت هناك بعض التشوهات لكن لم تكن بنفسه اللعبة الأولى وعلى دقة الفوركي أعطى الكرت حوالي 31.6 وباستخدام الأفاصار 4 Quality أعطى الكرت حوالي 38.6 وهي نتيجة مقبولة وثالث لعبة معنا اليوم هي Indiana Jones على 1080p باستخدام Extreme Setting وأعطى الكرت حوالي 88 فريم كمتوسط وهي نتيجة ممتازة وبالمقارنة مع الكروت الأخرى فهذه المرة تفوق كرت RX 1800 XT بفارق بسيط عن RTX 3080 لكن في نفس الوقت كان كرت RTX 3080 Ti أقوى منه بحوالي 24% وهي نسبة كبيرة وعلى التوكي أعطى الكرت حوالي 70 فريم كمتوسط وهي كذلك نتيجة جيدة وباستخدام الأفاصار 3 أعطى الكرت حوالي 89 فريم كمتوسط ولم أستعمل أفاصار 4 في هذه الحالة لأن الجودة الصورة كانت أسوأ وعلى دقة الفورك بدون أفاصار أعطى الكرت حوالي 39 فريم كمتوسط وباستخدامه كانت نتيجة الكرت حوالي 60 فريم كمتوسط وهي نتيجة جيدة كذلك ورابع لعبة معنا اليوم هي Marvel Spider-Man 2 على 1080p Very High Setting وعطى الكرت حوالي 104 فريمات كمتوسط ومع أن النتيجة كانت جيدة إلا أنها بقيت أضعف من كرت RTX 5060 Ti وكرت RTX 3080 وعلى دقة التوكي أعطى الكرت حوالي 82 فريم كمتوسط وباستخدام الأكسي أساس كواليتي كانت نتيجة حوالي 94 فريم كمتوسط أما على 4K أعطى الكرت حوالي 49 فريم كمتوسط وباستخدام الأكسي أساس كواليتي كانت نتيجة حوالي 66 فريم كمتوسط وهي نتيجة جيدة بل حتى جوزة الصورة كانت أفضل بكثير مقارنة بالنيتف وخامس لعبة معنا اليوم هي Monster Hunter على 1080p Ultra Setting وعطى الكرت حوالي 66 فريم كمتوسط وكان الآذاء مستقر بسبب حجم الفيرام العالي في هذا الكرت أما بالنسبة لباقي الكروت فقد كان الـ RX 1800 XT خلف كرت RTX 5060 Ti والـ RTX 3080 Ti بفارق بسيط ويظهر أن هذه اللعبة تعمل بشكل جيد مع كروت AMD وبالنسبة لذيقة التوكي فأعطى الكرت بدون استخدام الأكسي أساس حوالي 52 فريم كمتوسط وباستخدامه على الكواليتي كانت نتيجة حوالي 61 فريم كمتوسط وهي نتيجة ممتازة أما على الفوركي فكانت نتيجة حوالي 33 فريم كمتوسط وباستخدام الأكسي أساس كواليتي كان الأداء في حدود 44 فريم كمتوسط وهو يعتبر مقبول نوعان ما وآخر اللعبة معنا اليوم هي Oblivion Remaster على 1080p Ultra 60 باستخدام 50% Resolution Scale وأعطى الكرت حوالي 77 فريم كمتوسط وبالمقارنة مع الكروت أخرى كان أضعف بقليل من كرت الـ RTX 5060 Ti لكن باقي كرت الـ RTX 3080 أقوى منه بفارق ملحوظ وعلى دقة التوكي أعطى الكرت حوالي 62 فريم كمتوسط وباستخدام الأكسي أساس كواليتي أعطى الكرت حوالي 55 فريم كمتوسط والسبب أن هذه النتيجة أقل لأن التجارب كما قلت في البداية تستخدم بـ 50% Resolution Scale أما على دقة الفور كي فكانت نتيجة حوالي 40 فريم كمتوسط وباستخدام الأكسي أساس كواليتي كانت نتيجة حوالي 32 فريم كمتوسط وبالانتقال إلى متوسط الخمسة ألعاب التي جربناها اليوم دون احتساب إنديانا جونز ظهر أن كرت الـ RX 1800 XT قريب جدا في الآذاء من كرت الـ RTX 5060 Ti وأضعف من الـ RTX 3080 بحوالي 9.8% وهذه النتيجة قد تكون بسبب إهمال الشركة في تحديث الدرايفارات لتحسين الآذاء خصوصا في الألعاب الحديثة أما على دقة الفور كي فتغيرت النتائج قليلا لصالح الـ RX 1800 XT حيث تفوقت هذه المرة على كرت الـ RTX 5060 Ti بفارق بسيط أما على الفور كي فلم يكن هناك أي اختلاف كبير والفرق الواضح كان فقط مع كرت الـ RTX 5060 الذي خسر الكثير من الآذاء بسبب حجم الفيرون القليل فيه والنتيجة من التجارب التي قمنا بها اليوم هي أن كرت الـ RX 1800 XT ما زال يقدم آداء جيد لكن العيب الكبير فيه هو أنه لا يدعم الأفصار فور وحتى الموضات التي جربتها لتشغيله للأسف لم تعمل بشكل جيد لهذا فأقرب منافس له في السوق المستعمل وهو كرت الـ RTX 3080 سيكون أفضل منه بكثير رغم أني كنت أتوقع أن تنخفض أسعار كرت الـ RTX 5060 Ti التي هي جيدة لأنها أحدث وأكثر أمانا من المستعمل لكن في الفترة الأخيرة أصبح كل شيء يرتفع سعره بشكل كبير وحقيقة لا يوجد أي مؤشر أن هذا الأمر سيتحسن قريبا وعلى كل حال أنتظر آراءكم وتعليقاتكم حول هذا الفيديو وفي الآخر كالعادة نلتقي في الفيديو آخر سلام